تزايد الضربات التي تتعرض لها المصالح الأمريكية في العراق أخذت منحا جديدا مع تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد مما يطرح تساؤلات حول إمكانية أن تتخذ واشنطن هذا القرار حقا وما يمكن أن يحدث في الساحة العراقية خلال الفترة المقبلة يخشى على نطاق واسع في حال أقدمت الولايات المتحدة على إغلاق سفارتها في بغداد عزل العراق سياسيا وقد يتعدى الوضع ذلك إلى ضربات انتقامية أمريكية لقادة ومقرات الميليشيات وإيقاف التعاون الإمني والعسكري والعقوبات الاقتصادية والمالية فضلا عن انقسام سياسي داخلي ما بين قوى رافضة للإغلاق وأخرى مرحبة به وعلى الرغم من ذلك استبعد مراقبون إمكانية التحول إلى حالة حرب مفتوحة بين طرفي النزع أو محاولة إيران استدراج أمريكا للصدام معتبرين إن الأمر قد يقتصر على المماحكات أما وضع الرئيس الأمريكي في موقف انهزامي قبيل الانتخابات الرئاسية خاصة وأن الديمقراطيين ومرشحهم للانتخابات جو بايدن سيستخدمون ذلك للتدليل على فشل سياسة ترامب في مواجهة إيران وتحييدها في العراق ودفع الولايات المتحدة إلى حفة حرب ترجمة نانسي قنقر